اشتركوا في القناة ايبراهيم يلعب ناحية اليمين وعلي جابر ناحية الشمال او العكس دي خلي بالك ده مهم جدا في التاكتك يعني بعض الناس تقولك يا عم يلعب يمين شمال مش مشكلة لكن ده بيبقى على مستوى التاكتك مهم جدا السردباكين على مستوى عدلة اللاعب الاريحية طيب بالنسبة له انت شايف ايه في السؤالين دول بالنسبة لسؤال حياتك الاول اشكي تماما ان كيروشي غير اي شيء في مباراة بك او تشكيب تاكتك بكرة هو اعتقد هيستمر بنفس الاسلوب اللي لعب به مباراة يوم الجمعة وبالتالي اشوف ان التاكتك نفسه هيتماشى مع نفس التشكيل اللي لعب به وهنلعب بتلاتة فلات في نص الملعب عمر السلية وحمد فتح وانني مع تبادل طبعا ما بين انني وحمد فتح في مين يلعب مركز ستة شوفناها يعني بتحصل حمد فتح واللي سعب يرجع لما يضغط انني يرجع يغطي وراه وعمل السلية طبعا بيستمر في مركز التمانية اللي برضو جزء من لعبه بلاي ميكر ومركز رقم عشر بالنسبة لسؤال حلاك التاني هو السؤال مهم جدا 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 واتفق جدا مع حلاك ان معظم الناس بتاخد مباراة اتنين مساكين دول حط الاتنين في اي مكان مش تفرق لا يا جماعة الاتنين مساكين بالزبط عاملهم زي الباك اليمين وباك الشمال هي عادلة في واحد قداما عدلته ان يلعب على يمين في واحد عدلته ان يلعب على الشمال فبالتالي طبعا كان افضل واحد يلعب على الشمال هو ايمان اشرف بحكم ان هو لعيب يعني ايسر ولكن طبعا كيروش كان له تصريح مهم قال انا مش هعتمد على ايمان اشرف كمساك لان هو مش لعيب طويل قامة وبالتالي انا ما عنديش حاجة ان انا عمل ده هلعب بايمان اشرف سوء في خط الوسط او حتى كزهير ايسر وبالتالي بشوف ان الافضل ان ياسي ابراهيم هو يلعب على يمين اننا في وجهة نظري ان يعني منتخب السنغالي هيستمر في البغط على الجبهة دي من الجبهة دي هي فعلا اللي البغط عليها في الفاينل اللي كان وجابوا منها وعملوا منها كم هجمات كتيرة وكمان استمروا عليه في مبارات القاهرة فاعتقد ان ايسر سي هيكمل برضو في تركيزه على الجبهة اليوم بتاعتنا وبالتالي فعلا زي ما حاجة فضلت وقلت محتاجة السرعة ياسي ابراهيم مليون في المية اسرع من علي جبر الاتنين اكيد هيبقوا متساويين او متشابهين في القوة العالية والقوة البدنية ولكن ياسر هيتفوق في مسألة السرعة فانت عايز ترمي ياسر على عمر جابر اللي اعتقد برضو هيستمر في مركز الباك اليمين عشان تقدر على قد ما تقدر تحد من الشكل اللي مش كويس اللي احنا شفناه في الخمسة واربعين ديئة تانية طيب سؤال تاني لك يا كريم ونتناعش فيه على مستوى برضو كلنا شفنا ادوار دفعية كبيرة جدا وكتيرة جدا لمحمد صلاح في المباراة الاولى شفنا محمد صلاح تقريبا على منطقة التمنتاشر بتاعتنا بشكل كبير على الجانب الاخر ان التاكتك بتاع سيسيد بيقول ان ماني ما عندوش ادوار دفعية بشكل اكبر وبالتالي بيشكل خطورة ازاي نستفيد بصلاح في المباراة اللي جاية اكتر استفادة على الجانب الهجومي وبأني تاكتك يعني ازاي نوفر صلاح في الجانب اللي ممكن نطلع عليه كونتر اتاك هو دايما ان محمد صلاح مستو ونشوف دايما مع ليفر بول ان يرجع تلوب يطلب منه ان يرجع للدفاع ولكن لغاية خط نص الملعب فقط ما يعودش لغاية خط التمنتاشر لين هو بيحط تحسبا انا قدر تقطع الكورة بالسلاسي خط الوسط بتاعي هب ارمي الكورة الصلاح اكيد هيروح لما دي بقى المشكلة اللي عمليه لما منقطع الكورة بنروح بيها فين احنا مشكلة عندنا كابدهاني بصراحة ان احنا برضو سلاسي خط الوسط في المبرارة الاخيرة في بعض الاحيان كان فيه تواهان شوفناه حصل كتير للدرجة اللي وصلت المنتخب السنغالي بجانب الهجوم الشرس اللي حصل من الجبهة اليومنا كان فيه ضرب للخطوب بتمريرة واحدة في كذا كورة شوفنا الهجم بتاعت ساد يوماني لما رأى صحيحة منها لما محاعد منها بصراحة كان دايخ كان وضع جدا ان هو متأثر بالاصابة الهجمة دي كان ساد يوماني خد الكورة وسطنا الاربعة اللي موجودين فيه اتضربوا بتمريرة واحدة ودي هتقامعنا في الصور طيب انا هاجل لدامعك لان انت معك حالات بصور جيدة جدا طيب خلينا خلينا اخر سؤال قبل ما اطلع فاصل مش من الافضل لما نلعبش تلاتة فلات يعني يكون عندنا مسلس يعني يبقى اربعة تلاتة تلاتة بطريقة يورجون كلوب يعني عند اتنين وقدامهم واحد مثلا كبلاي ميكر اشك ان هو يقدر يعمل دي بصراحة ان هو فوجة نظر كيروش فوجة نظري لطريقة الدفاعية البحتة بعمل سطارة من خطر وسط يعني ما يشبه الخماسي انا برجع ترزيجي وبرجع صلاح بعمل ما يشبه اربعة خمسة انا عايز اعمل سطارتين لو هو لعب بالشكل حاجة بطول عليه ده مش هيقدر يعمل سطارتين وهيبع عنده دايما فجوات ليه بقى بقول بصراحة انه واضح جدا هو من التدريبات ما يقدرش يطور اللعيبه للشكل ده هو بيرعب بالاسلوب السهل اللي خليط مله انه يطلع كليل شيت وكمان مع بعض التوفية